اقامت سفارة مملكة البحرين في المملكة العربية السعودية حفل استقبال بمناسبة احياء المملكة ذكرى قيام الدولة البحرينية الحديثة في عهد المؤسس احمد الفاتح وذكرى الخمسة والاربعين لانضمامها للامم المتحدة كدولة كاملة العضوية وذكرى السابعة عشر لتسلم حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه مقاليد الحكم وحضر الحفل عدد من كبار الشخصيات الحكومية والبرلمانية والمسؤولين في وزارة الخارجية ورؤساء البعثات الدبلوماسية والاجنبية المعتمدين لدى المملكة واعضاء الجالية البحرينية المقيمة وجمع غفير من ممثل الاوساط السياسية والاعلامية والثقافية والمجتمع المدني حيث اعربوا عن خالص تمنياتهم لمملكة البحرين بتحقيق المزيد من التقدم والازدهار في ظل القيادة الحكيمة من لدى حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه وحكومته الرشيدة ولشعب البحرين دوام الرخاء